كورونا يزداد شراسة ويجتاح أوروبا بقوة في موجته الثانية ولعل الدولتين الأكثر تضررا فرنسا وإسبانيا إسبانيا تخطى عدد الإصابات فيها حاجز المليون شخص لتكون أول دولة داخل الاتحاد الأوروبتي تصل إلى هذا الرقم القياسي أما فرنسا فقد بدأت تعيد الإجراءات الاحترازية حيث أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس توسيع لطاق حظر التجول الليلي في المدن الفرنسية الكبرى بدءا من غدا السبت ينضم إلينا من لندن أستاذ الاقتصاد السياسي دكتور ناصر قلوون أهلا بك دكتور قلوون عبر أسكا نيوز عربية كيف يمكن اليوم قراءة هذه الإجراءات والتي أعلنت بعض الحكومات بأنها ستستمر لستة أشهر وهي تضيق اليوم أكثر على حركة التجول وتطبق إجراءات احترازية صارمة والدول التي لم تلجأ داخل الاتحاد إلى هذه الخطة المحكمة أستاذ روبير أظن كل دولة الآن تقوم بما تعانيه داخليا صحيح فرنسا منع تجول وذا أمر غريب أنا كنت أفكر بزيارة فرنسا منذ شهرين في الصيف كان الناس في المقاعي الآن تغير الوضع برأيي كل هذه البلدان تقوم الآن بطوارئ بالقفل الجزئي أو الكلي لمنع انتشار المرض اثنين للتخفيف عن الهيئات الصحية التي عندها استفادة من الموجة الأولى التي ضربت خصوصا فوق سن 65 سنة ثلاثة برأيي الآن إعطاء لمركزية في الإغلاق يعني بريطانيا قامت في مارس الماضي بأمر إغلاق كل الآن تحاول الحكومة هناك استحالة دكتور ناصر بمعاودة فرض إجراءات العزل العام بشكل تام كما حصل في الربيع الماضي هذا ما أعلنته كل الحكومات أنت كخبير اقتصادي تعي جيدا التداعيات الحاصلة والتحذيرات التي كان كشف عنها خبراء ولكن الربط بالأعداد القياسية عندما تبلغ الإصابات خبراء حذروا الحكومة البريطانية بأنها قد تتجاوز الخمسين إصابة يوميا ما يعني ارتفاع أعداد الوفيات من جديد وهذا ما تخشاه النظم الصحية لهذه الدول مقابل الاقتصادات التي تترنح أو ربما تعاني وهذا ما يفسر أستاذ روبير التردد الحكومي لأن الإغلاق الآن ليس أمر سهل هناك خطط تنشيط حكومية هناك تراجع صحيح وزير الخزانة ريشي سوناك بعد أن خفف مساعدة الرواتب قرر الآن نصف الرواتب وبمعنى تخفيف العبء عن الدين العام لأن مؤسسة موديز في الأسبوع الماضي أنقصت تصنيف بريطانيا يعني درجة واحدة بسبب وصول الدين بفوق 2 تريليون جنيه لكن الآن لا يقلقني الدين العام فقط يقلقني دين الشركات مثل روز رايز الأسبوع الماضي أخذت يعني لنقول تمويل سيولة 5 بليون جنيه وهذا الأمل يجب أن يكون لسبب أوكي هي شركة زهبية بريطانية لكن لسبب إذا كانت لا تبيع طائرات محركات طائرات فكيف تفعل في هذه الأموال بمعنى هي لمنع السقوط وقس على ذلك قطاعات الترفيه المسارح وغيرها يعني الآن الحكومة تقوم برأيي بإغلاق جزئي لكن المركزية الآن تترجم بأن نصف المدارس السنوية قد أغلقت بهذا الصدد ومن ناحية أخرى تم حسن هذه النقطة في المملكة المتحدة ولكن لم يتضح بعد إن كانت هذه الإجراءات كافية لمواجهة حدة الموجة الثانية اليوم الذهاب وفق البرلمانات إلى الغرامات إلى ما يمكن فرضه أيضا عن المؤسسات تحدثت عن دور السينما وعن المؤسسات الكبرى عن خطورة التداعيات اليوم على مؤسسات عريقة على شركات عالمية ولكن أمام الغموض الذي يحيط بنتائج الموجة الثانية كيف يمكن أن تذهب هذه الحكومات إلى قارات تدر نتائج مباشرة اليوم نسبة لعدد الإصابات والوفيات بريطانيا قفزت مثلا من مئات خمسمائة حالة منذ شهر إلى 22 ألف الآن ربما تصل إلى خمسين ألف كما ذكرتها أستاذ روبير الآن حضرت اليوم أنا ويبنار هو الرغم تسعة ما بين الاتحاد الأوروبي واليابان يعني الطرفين مسؤولين حكوميين لسوا فقط سفراء لدى الطرفين إنما مدراء مراكز أبحاث مدراء صناعات البنك الياباني للتنمية الصناعية في الخارج لدعم الشركات اليابانية وبالتالي كيفية عمل انتعاش اقتصادي ضمن نحن الآن في حقبة الكورونا وبالتالي مشاريع للطاقة وغيرها لكن إذا كانت الحكومات تقوم بسن أمور سريعة هذا يقيد يد المشاريع البنية التحتية التعاون ما بين الشركات الكبرى وبالتالي المصيبة الكبرى يجعل الضغط على القيادة السياسية ثم يحصل ضغط ضمن الحكومة ما بين الخزانة التي تستمع لنقابات الصناعيين معهد المدراء ومجالس الغرف التجارية التي تريد الفتح بصراحة أستاذ روبير فيما القطاعات الصحية والطبية وغيرها تريد القفل الجزئي أو التام وهذا في كل الدول حتى جمهورية التشيك في هذا الأمر وبالتالي الآن نحن في مرحلة أقول زلزال وكل طرف يريد أن ينقص الضرر هل تتوقع دكتور ناصر بأن الجهود الفرنسية الحاصلة اليوم هذه الإجراءات الصارمة الإقفال الحنات ورواد في عطلة نهاية الأسبوع للمقاهي والمطاعم وهو ضمن هذه الثقافة اليوم في العواصم الأوروبية ستدخل في محاولات تصدي لموجة الانتشار الثانية كل حكومات دول الاتحاد وتابعنا اليوم موقف رئيس الوزراء الفرنسي كاتكس نعم وأقول حتى الحركة ضمن كل بلد في فرنسا قفل المقاهي كيف أنت تقوم بفرضه ضغط على أجهزة الشرطة أجهزة الرقابة هناك أجهزة في ألحانات وغيرها محطات القطار تريد أن لا أستطيع أن أفرض الغرامات في بريطانيا كانت الغرامة ألف جنيه الآن ستة ألاف وأربعمائة جنيه كحد أقصى إذا لم أرتدي الكمامة السفر ما بين بريطانيا وأوروبا عبر خط اليورو ستار كان هناك ربما أربعين قطار باليوم الآن عندي ستة إلى تسعة وأغلبها المقاعد فارغة إذن حركة السفر وغيرها الآن بهدف هي ليست فقط لمنع الانتشار كما حصل في المرحلة الأولى أو الموجة الأولى وصولا إلى التحفيز الاقتصادي لكن الدين العام يزيد عند الكل وبالتالي أنا أرى أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يشجعان على الاقتراض للانتعاش وليس الاقتراض لأعطاء الرواتب والصرف على الاستهلاك وهذه مشكلة برأيي مهما حاولنا أن نتستر عليها لكن صناع القرار عينهم على تحقيق انتعاش والآن في العالم كله لا يوجد غير الصين استثناء ربما في هذا العام 1.6% فيما الكل هو في الماينس يعني في الناقض هنا تحقيق التوازن المتصل بحماية الوظائف وسبل العيش دكتور ناصر هي من الهواجز لدى هذه الحكومات أم عودة الأعداد الارتفاع ستقلل اليوم من تلك التدعيات في دقيقة فقط دكتور قلوون الإجابة من فضلك نعم الحفاظ على الوظائف خصوصا للقطاعات الحيوية لو انهارت روز رايز كيف تأتي بريطانيا بشركة مثلها اتنين ضمان الاندماجات ما بين هذه الشركات هناك شركات تندمج فيما بعضها خصوصا خطوط الطيران يعني شركة كبرى مثل يعني إيرلندية كان مدير التنفيذي لا يعطي موعد للكلام مع أحد الآن عنده مشكلة كبرى إذن يطيح كذلك بالشركات عبر البلدان وليس فقط الشركات الوطنية خطر على شركة بريتش إيرويز للطيران ربما يتفكك يعني اتحادها مع الشركة الإسبانية إذن كل الأمور تضغط على الحكومات على الوكالات الدولية تضغط على بنوك الوطنية وبالتالي الآن نحن في مرحلة الطوارئ كل يوم بيومه أستاذ الاقتصاد السياسي دكتور ناصر قلوون كنت معنا مباشرة من العاصمة البريطانية لندن شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر